تون سياسي محموم تشهده العاصمة المؤقتة عدن في أسبوعها الماضي تجاذبات بين جميع الأطراف التي تحاول ترتيب صفوفها بدءاً من الانتقالي الذي عقد لقاءه التشاوري وخرج بالميثاق الوطني الجنوبي إلى الشرعية التي استقبل رئيس مجلس القيادة فيها السفير السعودي محمد أل جابر وذلك بعد يومين من لقائه المبعوث الأممي هانس جروندبرغ زيارة السفير السعودي تأتي على خلفية ما تشهده العاصمة المؤقتة من تجاذبات داخل المكون الواحد الذي تسعى أطرافه لتأسيس أرضية صلبة تحقق من خلالها بعض المكاسب الخاصة في التسوية التي تسعى السعودية إلى إبرامها مع ميليشيا الحوثي وعلى ما يبدو فإن السفير السعودي حمل معه ملفات المشاورات مع الحوثيين وما تريده الرياض في اليمن وتسعى لضمان موقف السلطة الشرعية قبل أن يتوجه أل جابر إلى صنعاء خلال الأسبوعين القادمين بحسب مصدر خاصة في الجهة المقابلة يبدو الحوثيون كحال القاعدة على الجمر خوفا من تنصر الرياض عن بعض التنازلات التي وعدت بها صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله الموالي لإيران قالت إلى السعودية تسعى للتهرب من التفاهمات الأخيرة المبرمة مع الحوثيين والدفع نحو وقف إطلاق النار من دون شروط مسبقة وأشارت إلى أن الرياضة تحاول حشد المزيد من المواقف الدولية لإخراج خطتها المقدمة قبل عامين متجهلة التفاهمات الأخيرة التي تلزمها بمعالجة الملف الإنساني بعيدا عن الملفين العسكري والسياسي مضيفة أن قيادة الحوثيين رفضت العرض الذي قدمه المستشار العسكري للمبعوث الأممي المتضمنة رحيلة تنفيذ المطالب الإنسانية إلى ما بعد وقف إطلاق النار